مساء الخير تتسع دارة الصراع في المنطقة وبالتأكيد راح يكون العراق محور رئيسي بهذا الصراع لا سيما بعد استهداف قاعدتين التنف بسوريا والبرج 22 داخل الأراضي الأردنية الذي يعد أبرز استهداف الوجود الأمريكي بالشرق الأوسط وأول استهداف يخلف قتلى في صفوف القوات الأمريكية منذ بدء الحرب على غزة وهو ما يجعل الصراع يفقد أبجذيات وقواعد الاشتباق في الوقت الذي تسعى به الحكومة العراقية لإكمال مباحثاتها مع الولايات المتحدة بغية جدولة إخراج قوات التحالف الدولي من العراق فهل ستفقد بوصلة الحوار الهدف بعد ضربة التنف أهلا بكم مشاهدين الكرام بحلقة جديدة من برنامج بالمختزل ورحب بها بكم وبضيوفي في الستوديو دكتور هاشي منكندي رئيس مركز النبع للدراسات حياك الله دكتور حياكم الله جنابه في الكريم أيضا أستاذ العلوم السياسية في جامعة رغضاء الدكتور رياد العنبر حياك الله دكتور رغينا وسلم بجنابك أبدو أكيد دكتور هاشي من كل المعطيات بالمنطقة ذاهبة إلى تصعيد متبادل بين أمريكا والفصائل بعد ما بها مجال نفتح الأقواس مثل ما يقولون نكتب عنوان هيدلاين عريض العراق ساحة حرب فعلية للصراع المقبل بسم الله الرحمن الرحيم ومرة بأكذوبة وجود مستشارين هم قوات قتالية أكذوبة يعني الأمريكان يقولون أن هؤلاء مستشارون وفعلهم هو فعل قتل حكومة يقصفون الحكومة آخرا قالت بأن وجودهم مستشارين ليس للتوصيف وإنما للتأطير أنه لا يقبل منكم إلا أن تكونوا مستشارين هم تجاوزوا هذا الأمر سأمر دخل بجذلية بداية الحلقة دكتور بس الحكومة بكل بياناتها تؤكد أن هذه العمليات غير مقبولة هي عمليات استهداف القواعد العراقية التي تحتضن مستشاري التحالف الدول أي تسمية الحكومة لسانا لا خلينا نكون شوي دقيقين وهذه تكرر كثيرا بس حتى الدقة مطلوبة يعني المفردة مهمة الحكومة تشعر بحرج كبير مما يقوم به الأمريكان من أفعال أقل ما توصف بأنها عدوانية وتنتج سيادة العراق مع أمور أخرى منها استباعة السماء العراقية وأيضا هي أيضا تشعر بحرج من اضطرار فصائل المقاومة إلى أن ترد هذا أمر مؤكد وبالتالي الحكومة وصفت هذه الأعمال بأنها تصعيدية أنها أعمال غير مقبولة وهي دائما كانت تشير والأفعال الأخيرة بالنسبة للأمريكان كانت الحكومة واضحة به إدانة هذه الأعمال المتغير الجديد أن الأمريكان استشعروا بأن هذه الضربات أصبحت تؤثر على هيبة أمريكا الأمريكان ليسوا عاجزين على الرد يمتلكون القدرة لكنهم يعلمون جيدا بأن الرد سيخسر أمريكا أكثر مما يكسبها ولهذا ذهبوا بإعطاء هذه الرسالة التي قدمتها السفيرة الأمريكية والتي هي تحت عنوان ربما نستلهم من أحد أبيات نزار قرباني الرسالة كانت بعنوان إن كنت صديقي يساعدني كي أرحل عنك الأمريكان يرودون من أصدقائهم أن يرتبوا رحيلا من العراق يحفظ صورة أمريكا هيبتها وسمعتها زين ليش ما نقول إن كن فأخذ بي أيداي موش القصيدة تقول دكتوريات ساعدني بيها لا والله ما حافظ رسالة تحت الماء هو قرباني إن كنت صديقي إن كنت أعز عليك فأخذ بي أيداي ليش إن كنت صديقي ساعدني كي أرحل عنه فأخذ بي أيداي لربما لربما البعض من أصدقاء أمريكا والبعض ممن يريد أن يوصل رسالة صادقة لأمريكان أيضا لربما أجابوهم برسالة أيضا برسالة وبيت لأنه زال قرباني لكن سماءك منطرة وطريقك مزدود مزدود منطرة بالمسيرات ومنطرة بالباليستيات هذا الطريق المزدود دكتور رياد هو مزدود بالفعل على الإطار التنسيقي قيادات الإطار التنسيقي على الحرج الكبير الذي يقع على الحكومة دكتور هاشم لا مزدود على الأمريكان أن يبقوا حتى بيقدود تقريت وجهة نظرة كان سواء بالفعل مزدود على النظام السياسي الحاكم الآن في اتلاف دارة الدولة على الإطار التنسيقي الشيعي الممسك بهذه الحكومة مزدود على الحكومة التي يحرج كبير بسبب قصف القوات الأمريكية لمواقع عراقية في حين طرف آخر يقول لا هي محرجة بسبب انضمام فصائل عراقية مع حرب غزة سبع أكتوبر وما لحقها وآخر هالتنف اللي هي تكاد تكون أكبر عملية ضد قوات الأمريكية في المنطقة أولاً حياك الله سيد سامر حياة الله سيدكتور هاشم الكندي أعتقد أن هذا التوصيف ميتوالم مع تناقضات الخطاب أنا أشوف بالعكس أكو وضوح عند الأمريكان يقولوا إحنا ما نطلع من العراق هذا البنتاجون بكل صراح يقول وأوستن وزير الدفاع تحدث أيضاً بأنه التماع اللجنة العسكرية العليا محدد بثلاث قضايا أولاً بيئة الأمنية ثانياً قضية تتعلق بتدحد داعش ثالثاً أنه اختبارات الموقف تحديد الموقف بالمقابل أيضاً الأمريكان صارتهم نوعاً ما استراتيجية ردة الفعل هم إذا يريدون ينهون هذا الموضوع بيعثون رسالة واضحة أنه إحنا لازم إحنا طالعين ولذلك الحكومة عليها أن تتصرف بهذا المنطق ومن ثم تعمل على إيقاف الهجمات باعتبار هذه ورقة تكسبها الحكومة لكن هذا الخطاب غير موجود حتى الحكومة أنت تتبه أكو خطاب ينصر خطاب القيادات السياسية الموجودة طبعاً بعض القيادات حتى تكون دقيق تتحدث عن إخراج أمريكا قيادات أخرى تتحدث عن أنها ترفض داخل الإطار تحديدها ترفض أنها يكون هناك استهداف وغيره من القواعد العسكرية وتلتقي بالسفيرة وتناقش الموضوع وتحاول أنه تقول نحن نرفض ونفس الوقت الأمريكان علينا أن نرتب وضعنا هذا البيانات التي تطلع بلقاءاتهم مع السفيرة أمريكية ولذلك السفيرة الأمريكية بعنوان واضح وصريح دائماً عندما تلتقي القيادات السياسية الشيعية يكون الهاشتاك الشراكة الستراتيجية العراقية الأمريكية الشاملة فهذا أكل موقف الثالث هو موقف الحكومة حقيقة الحكومة تستخدم وصف عام هو أنه التفاوض من أجل إخراج القوات التحالف أو إنهاء وجود قوات التحالف في حين الأمريكان يسمونه أن هذه مرحلة انتقالية لعلاقة أمنية مستدامة يا سيناريو صحيح دكتور ريال سيناريو إخراج الأمريكان بالقوة والسيناريو الثاني اللي يقول لا احنا محتاجين الأمريكان نتفاوض وياهم إلى اقتنع الطرفين العراق والأمريكي بالانسحاب بهدوء بدون شوشا شوف أنا أتمنى فعله الحكومة يبقى ولا جندي أمريكي لأن بقاءهم حقيقة وهم الأمريكان أيضا حساباتهم الستراتيجية إذا يريدون يحسبونها لكن أمريكا عندها مشكلة هي معتها استراتيجية واضحة بالعراق خلي بالك هذه القضية لذلك أنه تتعامل مع الموقف الآني الآني وردود الأفعال وإذا تحسبها بحسابات 2500 مقاتل ترى لا يشكلون شيء يمكن هذه قاعدة يجوز بقطر بها أكثر من هذا العدد قاعدة أنجليت يرغم أنه بها طائرات وهذه ما أعرف التفاصيل بالدقة حتى تكون دقيق قاعدة بالبحرين وبالمنطقة هي هاي يمكن هاي أقل قاعدة عسكرية رسمية بها أكثر من هذا العدد 2500 مقاتل بيشكلون شيء سميناهم مستشارين سويناهم قاتلين واقع الحال شنو أثرهم وشنو وجودهم بساعة حقيقة القوة قتالية شنو قوة قتالية بس يمكن شرطة الاتحادية عدنا 20 ألف مدر 50 ألف مدر 100 ألف صح له لا لذلك ما يشكلون فد وضع يعني عزا لذلك ممكن نقول بأنه اتجاه الفصائل العراقية بالضرب داخل العمق السوري وهي هم أكو مشكلة أكو مشكلة الآن بعد 7 أكتوبر بعد عملية طوفان الأقصار الخطاب ليستهدف المقرات التواجد الأميركي خطاب واضح وصريح شوف هذه هم نقطة أنه تحتاج أنه نفككها الخطاب الواضح والصريح يقول لك أنه إحنا بعد مو مشكلة عندنا إحنا إحنا ما جاي نقاوم الأمريكان ووجودهم لا إحنا جاي ننتقل إلى مرحلة نفتح ساحة للضغط على أميركا باعتبار أنها توقف دعمها لكيان الإسرائيلي في حرب ضد غزة هذا الخطاب صار أكبر من شنوه من إنهاء التواجد هذه نقطة النقطة الثانية أنه أنت من تتحدث عن أنه هذا الخطاب بس فصال فصيل أو فصيلين يتبنون باقي الجماعة مقاومة سياسية فصيل أو الفصيلة الدولة هم الآن أنه ما لهم علاقة بالعملية السياسية نحن بقينا على وضعنا ذلك خطابهم حتى يصل إلى مرحلة خطاب تهجمه وتخوين للفقيه هذا أخير خطاب للبيان للنجباه كان واضح أنه إحنا الأمريكان وما تنطلع علينا وحتى نفوذهم السياسة رد ننهي وليتعاونوا إياه من عرفة الخطاب كان واضح لأنه ما متعاملوا إياه خطاب زيه هم من اللي يتعاملوا إياهم أنا وأنت لو دكتور هاشب اللي يتعاملوا إياهم هم الحكومة هذا أنا أعتقد أنه كانت رسالة واضحة وصريحة حتى اللي يتعامل حتى في بيانات سابقة للمسؤول العسكري أو الناطق العسكري بسم مسؤول العسكري لكتاب حزب الله أبو عالي العسكري كان واضح هناك أشخاص بالضبط الباب الخلفي للسفارة الأمريكية المسؤول الأمني المسؤول الأمني لكتاب حزب الله كان الحديث يعني كان واضح ليس كما ذكر الدكتور علم ليس المقصود به بالنسبة بينها للنجباء ليس مقصود به الحكومة وإنما من يتعاون مع الأمريكان أي من الحكومة لا الحكومة محترمة وأيضا مدعومة لأنها ليست بعيدة عن هي تقاوم سياسيا وخطاباتها وموقفات فقط للتوضيح راح تنجح الحكومة بمساعيها بحسب اللي يوصل لنا بأن هناك مساعي حكومية لإقناع واسنطن بعدم الرد داخل العراق على الضربة الأخيرة بالتنف وبرج 22 أعتقد إذا استطاعت الحكومة أن تنجح فهذا يحسب لها وهذا يدلل على أنه الأمريكان يحترمون الحكومة العراقية ويتعاملون معها باحترام ومع سيادة العراق باحترام على الأقل لا يردون إلا أن يعطوا أشعارا ولكن بالتجربة أن الأمريكان لا ينظرون لا إلى دولة وإلى سيادة ولا إلى حكومة عراقية وإنما يضربون بشكل مباشر حسب أهداف هم يحددوها في التوقيتات اللي يردوها بس هم بحاجة الحكومة إلى احترام من قبل الفصار الفصار راح تحترم مساعي الحكومة الدبلوماسية إذا استطاعت تقنع واشنطن بالفعل بعدم الرد داخل الأراضي العراقية ما يحتاج تكون الفصائل ظهير لهذه الحكومة لتخوض مفاوضات صعبة مفاوضات شريسة وأكو فصائل تقصف تريد توقف هذا القصف أولا حتى تبدي مفاوضات مثل ما تقول هي من الشهر الهدعش 2019 كان هناك اتفاق بعد توسط أطراف سياسية وممثلة الأمين العام كانت هناك ضربات دفاعية ردود على عدوانات أمريكية وكانت هناك مرحلة تقترب بها الانتخابات الرئاسية كان هناك طلب أمريكي بأن تتوقف هذه العمليات المقاومة الإسلامية استجابت لهذا الأمر للتوسطات وأعطت ثلاثة شروط في حينها أعلنت أن يكون العمل على إخراج الأمريكان بالجهود السياسية والدبلوماسية والمقاومة تحترم هذا العمل وتعطي للحكومة المجال بهذا الأمر الأمر الثاني أن لا تسوف أمريكا أن لا تستغل هذه المفاوضات الأمر الثالث أن لا يكون هناك اعتداء على العراقين أي خلال تعود المقاومة إلى أداء واجبه الذي تقول به وهذا الأمر كان في وقت حكومة حكومة الكاظمي المعروف أغلب الأطراف المقاومة والأطراف حتى السياسية ما هو موقفا من حكومة الكاظمي لكن أعطيت هذه التعهدات واستجابة للمطالب الأمريكية التوسلية الخف البعض يزعل منه أن يقول توسلها بأمريكان وهذا الذي جرى عليه الأمر الأمريكان هم لم يلتزموا مكاعدتهم لم يلتزموا المقاومة تعرف شيء وعملت به وتعمل به والسياسيون أيضا يعرفون هذا الشيء أولا كل عمل المقاومة مهما يكون إلى أن يصل إلى أي مرحلة الأمريكان يعجزهم يجعلهم يرسلون رسائل أو يطلبون خروج كما حصل في عام 2008 وأتم في عام 2011 من يتم هذا الأمر الاتفاق هو السياسي والمتصدي المسؤول بالتالي حكومة فالمقاومة أيضا هي الأساس في قوة المفاوض السياسي الرسمي في أن يفرض موقف سيادي على الأمريكان هذا هو الأساس المقاومة ليست هي تحت سلطة الحكومات لأنها حق الشعوب لكنها تحت سلطة الدولة وتعمل للدولة سيادة وأمنا واستقرارا هذا الأمر البعض ما يفهمه الدولة بيها دستور و بيها قضاء و بيها برلمان و بيها مقاومة تعمل الدستور والقضاء الدستور والقضاء و أسميها ما شيء أكثر من هذا الطرف المستهدف هو يعترف بحقك هو عندما يعني نفسه محتل هو يعرف بأن هناك شرعية و قالها أحد الرسائل الأمريكان قال لو أن بلد يحتل لكنت أنه محتل مستشارين جاي من الحكومة الحكومة ليست تقولها السيئة خلينا حتى نقبل والله اللي يستهدف المستشارين عندنا نقاش وياه لكن نحن نستهدف قواعد أقول الإسلام المقاومة الإسلامية العراقية هي تستهدف العسكري القاتل المقاتل المحتل في قواعده نحن نقول للضربات وين هسم فيرجينيا أو أس أنجلس مثلا رجعنا عليها نحن نقول ضربات وين نحن نقصف الآن نقصف في أراضي عراقية قواعد عسكرية عراقية محتلة من قبل الأمريكان من يتحدث لإحتلاله من يقول إحتلاله محتلة أنا صح أروح للحكومة غير لا لا جيد أنا أقول للحكومة الآن أو حكومة أربيل هي نافذة على القواعد الموجودة بها الأمريكان تعرف طرعاتهم يطلعون بطائراتهم يضربون قائد بالقوات الأمنية العراقية في جوال وزاعة الداخلية مثلا الله الآن اللي يعرفه اللي يعالنت حكومتي حكومة الحكومة العراقية تقول هذه قواعد عراقية بها مستشارين وينسق بطلب من يمنى وينسق دور هذا التحالف مع القوات العراقية من خلال غرفة اسمها غرفة الحمليات المشتركة اللي بقرها معلوم والأشخاص اللي دومون بها معلومين والضباط مكلفين بأوامر ديوانية من الحكومة العراقية بالعمل بهذه بهذه الغرفة لكن هذا التزام العراق التزام الحكومات تجاه الأمريكان مثل ما كان أمر الالتزام باتفاقية الإطار الستراتيجي هل التزم بها الأمريكان لم ينفذوا بندا واحدا من عام 2011 إلى يوم الأهل الحكومة تشير بشكل واضح ليس لنا حاجة بالقوات الأمريكية طلعوهم طلعوهم كتاب لا مو طلعوهم لا غصب بالنتيجة لأنه الأمريكان يسوفون ويكذبون أرجع لك أرجع لك بالتسويف والكذب وحده لكن الناطق بسم الحكومة قال ويسر الحكومة قال ليس لنا حاجة عندنا مفاوضات ليخراج القوات الأمريكان مثل السن الخائز حشل يسمح ما ينشر عوني بسهولة هي تشي هي يحتاج يحتاج المقاومة تشتع حدث يحتاج لجلسات هادئة وبها بنت ودكتور يعالجة يلا هي دكتور يعالجة الحكومة تقول دكتور رياد بأنها لن تسمح بتأكير صف المفاحثات مع التعالف الدولي بتعتقد إحنا على أبواب قريبة ربما لمواجهة بين الحكومة وبعض الفصائل اللي ما تلتزم بهذا التحذير الحكومي لو هذا مجرد تحذير هيش بالهواء لا هي الحكومة حقيقة أنت سيد هاشم تحدث عن قضايا ثنائيات ما تقبلها منطقة دولة الحكومة الآن لو هي تحدث المصلحة العليا وهي لها السلطة العليا والسيادة العليا بالتفاوض وعقد الاتفاقيات ومن ثم تحدث من هو العدو ومن هو الصديق لو أنه عناوين أخرى تقدم نفسها مقاومة وتقدم نفسها قوة سياسية يقدم نفسها نخب هذا يعني هذا يريد يوصف توصيف ما نعلاقه به نحشى على الإطار المؤسساتي من مسؤول عن تحديد مفهوم السيادة وتحديد المصلحة العليا الحكومة تحدث عن خرق السيادة بأنقصف الأمريكي الذي استهدف القيادي أبو أبو تقوى السعيد لكن تحركت باتجاه حتى تسليم مذكرة ما كويت حاجة فإذن الحكومة ما تتماهى تماما وهي الخطاب الذي تتحدث به الفصائل أنه في قضية إنهاء الوجود الأمريكي ثانيا أنا قلت نقطة علينا أن نتركز بها الآن الفصائل تقدم الفصائل المقاومة التي ترفض التواجد أمريكي وتنطلق من منطلق أبعد من البعد الوطني مشكلة هواي الأمريكان ليس لوجود العسكر الآن جاوزنا هذا الموضوع البيانات المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف التواجد الأمريكي في المنطقة ولذلك عندما استهدفت وانتقلت من التواجد الأمريكي في العراق إلى أنهاء الحصار عن غزة إلى أنه خطافها بإنهاء الحصار على الغزة والضغط بهذا الموضوع ويقولون نحن الآن تماهي مع ما يفعله الحوثيين للضغط على أمريكا الآن الذي حدث بقاعدة التنف والعمود 22 البرج 22 بالنتيجة النهائية الآن تجاوز هذا المفهوم هل هذا يتفق مع مبدأ الدولة التي تحدد المصلحة العلياة وتحدد أن تدخل في مواجهات وتدخل في ساحة حرب قرار الحرب والسلم من يتخذه في العراق تحدث الإطار التلسيقي والحكومة بهذا الموضوع بكل صراحة أنه هي المسؤولة عن هذا الموضوع ذلك فصال بعد أحداث 7 أكتوبر بعد عملية طوفان الأقصى كان واضح أنه راح أنه نستهدف ونحذر نحذر الأمريكان لكن الحكومة تحدثت بمنطق دولة نحن من نحدد السلم فإحنا واحدة من اثنين لو الحكومة تشذب حقيقة لو الحكومة جاء تخاتل لو الحكومة تجامل للأمريكان وتريد أنه تقول ما تمثل الفصال يعني أكو فصل بين الخطاب لو أكو تماهي بين الخطاب يعني تداخل بالخطاب وهذا مواضح علينا اللي جاي يقول أستاذ حاشم جاي يرسم خارطة جديدة للدولة أنه الآن المواقف هي كلها في تخادم بالنتيجة الحكومة جاي يسو يعني الحكومة هي لها قرارين لو قلها وجهين ما تقبل هذه الثنائية طبعا يعني حكومة بمعنى أنه يمكن أن تخطابين ناطق باسم الحكومة رئيس الوزراء طبعا بيان الإطار عندما وصف العملية لاستهدفة المنطقة الخضراء وصفها بجماعات الإرهابية تحديدا أو عمليات إرهابية ووصف الحكومة وصفت أنه من يستهدف قاعدة عين الأسد بالخارجين عن القانون صح له لا هذا التوصفات يعني الحكومة ما أعرفها سآني أتماها ويا منطق الحكومة الفصائل يقول لك إحنا عدنا مشروع خلينا نروح الفاصل بعد الناقش نستمر بنقاش حلقتنا لهذا اليوم لكن بعد الفاصل جديد أهلا بكم مشاهدين يا كرام مر أخر أرحب بكم وبيضيوفنا لأعزاء دكتور هاشيم قبل الفاصل رأيي دكتور أياد واضح بأنه الحكومة لا تحمل عدة أوجه حكومة هي اللي تعرف الحاجة مثل ما قلت أنت جنابك تعرف الحاجة لو ما تعرف الحاجة الحكومة هي اللي تقرر السلم والحرب لو البرلمان يقلل بسلم والحرب لو أكو فصائل هي تحدد السلم والحرب هذه الثنائيات شلون ممكن نخلص منها في فترة يعيشها العراق تعتبر من أصعب الفترات اللي مرت علي أيضا حتى نعيد للدقة بالعبارة أولا لا نتحدث عن حرب نتحدث عن ردود دفاعية مقاومة وأعود إلى التذكير بأن المقاومة ليست قرارا حكوميا في كل التاريخ وعند كل البلدان والشعوب دعني نوقف يوم هاي السؤال بواحد دكتور أنا مرض أخذ الموضوع إلى مجادلة لكن إذا هي المقاومة تقول هي موردود فعل تقول هاي جزء من حربنا وعقيدتنا بالتضامن مع أهلنا في غزة هاي بيانات المقاومة مو أهل جايبة من جيبك أسا بينما تحكي رح أقرأ لك بيان كم من إجابتك لا 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 هو إيجاب أولا ما أعلنته المقاومة بالضربات على الأمريكان ردود دفاعية عن أدوانات أمريكية في الحراق وأيضا ردود دفاعية لنصرة الفلسطينيين في غزة الذين يشترك الأمريكان مع الإسرائيلي في قتلهم وفي إدارة الحرب وأيضا ينطلق بدعم الكيان من قواعد عراقية هذه نقطة أساة وبطلب المقاومة الإسلامية الآن أن يتوقف العدوان على غزة وقبله يتوقف العدوان على العراق ليس لهم مطلب غير هذا لو كان هو الأمر قرار حرب لما اشترطوا هذه الأمور لبقوا بأمور أخرى أما مسألة الحكومة الآن الحكومة تتعامل مع الأمريكان سجلسيا دبلوماسيا وعسكري تستقبل استفيرة وعسكري عسكري ما ظهر فتشي حتى الحكومة عمليات مشتركة عمليات مشتركة لغاية الآن لم يتضح شيء بفاعلية الأمريكان في هذه العمليات المشتركة لم يتضح حتى الحكومة لم تشر إلى جهود أمريكية أساسية الأمريكان هم يفرضون وجودهم الاحتلالي لا يقدمون شيئا حكومة السيد العبادي هي التي أسست العمليات المشتركة إذا تتذكر وأشادت بدور التحالف الدولي بالإضافة إلى دور الحشد بعمليات التحرير بس أشادت بدور الغطاء الجوي التي قدمتها القوات التحالف لعمليات التحرير حكومة السيد عبد المهدي لم تنكر هذا الحكومة السيد الكاظمي شكر ترامب وجه هو ترامب يشترك بالحرب الآن ما قال على الدعم الجوي حتى السيد السوداني لم تنكر دور التحالف الدولي أولا إذا نتحدث عن عبارات تصدر في مناسبات مجاملاتية دبلوماسية نتحدث عن موقف الرسمي الموقف الرسمي يا سيد الكريم الآن دائما تأكيد على أن القوات الأمنية العراقية كل صنوفها هي التي ساهمت في دحر الأرهاب الأمريكان دأخلوا متأخرين ولم يكن لهم دورا حقيقيا لا بد أستشش سريعا روس في عام 2015 قالوا أنهم سيحضرون إلى سوريا وسيقضون على الأرهاب خلال ثلاثة أشهر يجوي ضربوا مراكز القيادة قيادات الأرهابية وتهريب النفط في سوريا هذا الأمر لم يفعله الأمريكان طيلة ثلاث سنوات لم يقصف قيادة دعونا خيارين لو الحكومة تريد تسرق النصر من الفصائل عسب كلامك لو بالفعل تخاتل مثل ما قال دكتر الفصائل لا تطلب شيئا في موقفها الوطني والعقائد شريك هي تنتصر لشعبها هي من هذا الشعب وقفت وأدت في مواجهة الاحتلال في مواجهة داعش ومواقفها معروفة هي لا تنتظر أن يقولوا لها شكرا مثلا تماما اليوم أكواح ليجي مثلا يشكر الجيش الحكومة تشكر الجيش هذا موقف أساسي الشكر الذي صار بانحراط وفي فلتة من الزمن شكرا لقدمه الكاظمي لترامب قال لأنت من قضيت على المش وكل الحكومات هم شكرة التعالف والدل والموقف الذي ذات فصائل متري عبارات مجاملة بس نحن نبحث الموقف الحكومي بهذه عزيزي الموقف الحكومي الآن الموقف الحكومي الأمريكان عندما يمارسون عملا أدوانيا خارج سياقات العمل السياسي والدبلوماسي هذا يطلب لرد أم يترك أن ترك الأمريكان يقصفون لها دون رد حكومة غير قادرة خلينا أقول لك بعض القوات الأمنية كلها غير قادرة على أن ترد الأمريكان هذا واقع هذا أمر حقيقي والأمريكان يعملون ويعمدون على أن لا تكون هناك قدرات عراقية لمواجهتهم مثل ما منعوا التسليح في لحماية السماء العراقية مثل ما منعوا تتفق مع رواية سيد سعود الساعد النائب البرلمان العراق الذي يقول الحكومة عندها مفاوضات سرية مع الأمريكان صار سنة صحيح المستوى الشخصي أنا ما أعرف هذه المعلومة والنائب ممكن أنه يسعل بها لكن لقاءات الحكومية لا يوجد قطعة سياسية ودبلوماسية ما المسألة مفاوضات ما مفاوضات ذكرت اتفاق جرى بتوسط الأمم المتحدة هذا تعتبر لكن هي الأساس في كل شيء في الموقف الحكومي وفي موقف المقاومة هل الأمريكان يلتزمون بعهدا بميثاق باتفاق إلا وأن يكون الأمر بالقوة والأمريكان لا يفهمون ولا يحترمون إلا من هو قوي بايدن اتخذت قرارا بشأن طبيعة الرد على الهجمات التي قتلت عسكريين أمريكيين في الأردن أضف لذا ذلك بسؤال آخر عجزت قيادات الإطار وتحديدا سيد نور المالكي عن ثني الفصائل عن موقفها وتصعيدها ضد القوات الأمريكية بالعراق يعني هو ترى ماكو وحدة موقف حقيقة الفصائل شنو جابر أنه تلتزم حل السيد المالكي هو مقدم نفسه أنه قائد للإطار أو هل أنه علاقاته ببقية الفصائل هي علاقة ممكن أن تأثير والتأثر ما أعتقد أكون هناك علاقة هما أنت شوف الإطار حتى بالمواقف السياسية دائما ما يخرج بموقف واضح إلا في ربما يكون هناك التفاق والتليل قضية رئيس مجلس النواب كثير من الفصائل ما لها علاقة بالإطار السياسي في علاقاتها حتى اللي يعتهم أنه تمثيل سياسي لخطافهم ليس بالضرورة أن يكون متماهي ولذلك مما يتبنون عمليات ربما يأيدون صح سوى بالنتيجة النهائية لا يوجد أنه يتبنى مثل ما تتبنى مثل حركة النجباء حركة حزب الله أو حركة حزب الله أعتقد أنه البيان العام هو بالمقاومة الإسلامية كتاب حزب الله أنه الأمريكان أيضا يتهمونهم مباشرة عدى ذلك بقية قوى الإطار لا تتبنى وحقيقة ربما هذه الإشكال أنا حتى أستشكل على قضية الهدنة أعتقد إذا كانت أكوهدنا وكان هناك حلقة التواصل بين الحكومة تحديدا في تلك الفترة وتم نقضها من قبل الأمريكان أو الفصائل رادت تفتح ساحة للضغط على الأمريكان فأعتقد لو هذه موجودة والقنوات التواصل موجودة كان ممكن الآن الحكومة تأثر عليهم لأن الآن موقف الحكومة أعتقد أنه باتجاه تفاوض من أجل إنهاء هذا الملف قطاب التشكيك بأنه لا الأمريكان أتم مصداقية ولا أنه الأمريكان ممكن أن يقبله هذا يعطيك انطبع أنه ماكو تنسيق أو ماكو حلقات تواصل بهذا الموضوع يعني الآن هي شنو جابر الفصال أنه تتعامل الموقف السياسي للحكومة هي شيء يعني تتبنى حتى هي مشككة بي بالأخير أنت النقطة الفاصلة بهذا الموضوع أنه الآن حتى انتهاك الضرب الحكومة الآن في أكثر مواقف إحراج الآن الأمور واضحة الأمريكان الأمريكان يعتقدون أنه عدم الرد وهذه وسطهم صاروا ثلاثة ما ممكن أنه الموضوع ما يردون بس شير الدون شير الدون إلى خطابات يقولون للإيرانيين أنه نحتفظ بحق الرد بس مر يتحر الإيرانيين نفس الشي يقولون إحنا ما نقبل أنه يتعرض أمنا إلى خرق من قبل أمريكا ونحتفظ بحق الرد وإحنا خط أحمر أمنا زيب نحن هذه الدول جاية تقول إحنا ما لدينا علاقة بالحرب ولا نريد ندخل بهذا الحرب إذن بعد ساحات الحرب بقى تفتوح منه العراق وسوريا لأن دول هش فأنت من تنقل إلى ساحة حرب ما تعتقد القصة بالعراق متعلقة بمن أخرج الأمريكان تحس أكو سراع بأنهم كل واحد يقول أنا طلعت الأمريكان سواء كان دبلوماسيا أو حتى عسكري يعني أنا أعتقد على المستوى السياسي شوف الأمريكان الآن الأمريكان تواجدهم أنا أعتقد ما إلى قيمة تواجد العسكري يعني أي مستوى يعني ما إلا ذاك القيمة العسكرية اللي ممكن أن نعتبر أنه يهدد الأمن القوى لكن حتى إخراجهم أخراجهم أعتقد أنه بإنهاء قوات التحالف إذا صدقت الرواية للحكومة والتفاوض بشأن هذا الموضوع فإخراجهم رح يكون أنا مسألة كل شيء عادية بالعاكد سنحسب للحكومة العراقية ليش إذا صدقت ليش أكو كلام ثاني أفضل أني وبتلك أنت البنتاجون يتحدث لا يوجد طلب مقدمنا بشأن إخراج القوات نحن ننتقل إلى مرحلة جديدة وهذه الخطابات للحكومة ترد عليها حكومة تخليه بعنوان وآسع به وهو إخراج قوات التحالف أو إنهاء تواجد قوات التحالف والانتقال إلى شنوه إلى علاقات ثنائية أمنية أساس التفاوض هو هذا التفاصيل البقية الأخرى الخارطة العامة للتفاوض مواضحة يعني إذا أريد ننهى كل تواجد أجنب ثانياً أنا ما أذكر حقيقة كل الحكومات هي الظاهرة وحتى حكومة سيد عبد العبد المهني من أخذة القرار من البرنامان وهو قرار وليس قانون والقرار ليس ملزم للحكومة هذه نقطة رأس سطر حتى لا نبقى نحتاج به بهذا هذا اكتفاق هذا الطار ستراتيجي بين الطرفين هاي تقدر هم التطور من وجود لا لا أقول إحنا هذه خياراتنا ترى مو صعبة ولا معقدة بإنهاء العلاقة مع الأمريكان وبهذه العلاقة تحديداً لكن هل قدم هذا الطلب رسمي إلى الانتاغون وإلى السفارة الأمريكية بأنه وتواجدكم يجب أن ينتهي تماماً من العراق لأن عندنا ضغط من البرنامان قدمه هو يحتاج به قبل فترة يريد يستشكل على هذه الحكومة فإذن أي كثير من القضايا يحتاج لها وضوحه صراحة إحنا ما عندنا بهذا الموضوع يعني عندنا أكثر من خطات ذكرت بكلامك ذكرت بكلامك بأنه يعني تهديدات أمريكية مستمرة خلال هذه 72 ساعة اللي مرت ملت لك الأمريكان شون تتوقع بشكل الضربة بالعراق بالفعل مثل ما يقول بايدن أهداف محددة ربما ترتقي إلى اختيار شخصيات مهمة لو ضربات على يعني ربما تكون داخل العمد السوري على الحدود العراقية والله شوف هي هاي ما تقدر واحد يتنبأ بيها حقيقة ولا أنه الأمريكان تقول معتهم القدرة أن يلافذون بكل شيء بس الحدود اللي موضوعة أنا أنا متأكد رأيه ما رح يضربون إيران ولا رح يضربون مصالحها من بين الخيارات قالوا له للثلاثة أنه نضرب مقرات الحرس الثوري مقرات الحرس الثوري وين موجودة بسوريا وهي إسرائيل جاي تضرب بين فترة وفترة أو أو التواجدها الحربي والعسكري وهذا احتتاع على سيادة بلد حقيقة ما أعتقد أنه تقبل بإيران ولا هم يريدون يفتحون جبهة الديمقراطيين الآن يحتفظون بحدود معينة حق الرد حق الرد وين رح يصير يعني أنا ما أعتقد أكثر من العرب يعني هذا هي مشكلة أساسية وإحنا مشكلتنا وهذا اللي نقوله الحكومة يبدو أنها عاجزة عن إقناع الأمريكان أنت أشبت بأن الحكومة يوم أمس أعتقد كان به نوع من أنه يجب إبعاد شبح الحرب ولا نقبل بأنه ننجر إلى حرب بالنتيجة النهائية أنت إذا ما تقبل اللي جاي يصير هو جاي يجرك للحرب بس ما يجرك أنت كحكومة بس يبقيك ساحة حرب هذه النقطة المهمة والخطرة الإيرانيين ما يريدون حرب والأمريكان ما يريدون حرب لكن الساحة التي يمكن أن تكون نقطة الصداء مصر مفتوحة وبالنتيجة سننضرب وأعتقد نبقى همين صدر بيانات وانتهاكات وشبابنا اللي جاي يروحون ولا الحكومة قادرة على منحهم ولا أن الأمريكان حقيقة قادرة على ردع من يضربهم إذا هم وعندهم هي القوة والقدرة ونحن نبقى في هذه المتاحة هذه المتاحة ومتاحة حيرة بالنسبة للحكومة ما تفعله؟ يعني حكومة جوز منها سمحضرة بيانة إذا صار الضرب أنه منرفض انتهاء في السيادة وهذا يا الله شو تسوي هم اجتماعات هم بالآن شي يسوون اجتماعات وشن فائدتها يقدروني منعونها؟ أنا الحكومة ريتها تمنع أي ضربة وتتقدم تعهدات أنه تقول أنا ما أقبل أي انتهاء لسيادة الحكومة باتخاذ هذا لذلك أنا سألت سألتك بأنه بداية السؤال بأنه ربما حتى السيد المالكي عجز عن إقناع حاليش لأنه كانت تجربة سابقة في 2011 أيام خروج للقوات الأمريكية أعتقد يعني في ذلك الوقت كان هناك ضربات أيضا تنفذ على الجانب الأمريكي ولكن تم سمع أقول عقد صلح لكن تم مؤازرة الحكومة في قرارها في قانون اتفاق الإطار اتفاقية الإطار الستراتيجي بين العراق والآلات المتحدة وتم تسويتها وخرجوا الأمريكات سنقدر نشوف في شيء ستراتيجي دكتور شكرا ذكرتني من جديد أولا الذي ذكرته بتصريح بايدن لا يمكن أن ينظر له بجانب التوعيد والتهديد لأن بايدن في هذا تصريح كاذب هو يقول سنتخذ إجراءات على مقتل جنود في الأردن هذا كذب لماذا؟ لأن الحكومة الأردنية قالت أنه ليس هناك استهداف لأي مكان في داخل الأردن الاستهداف كان في قاعدة التنف في سودي من برنة 22 أنا أقول الحكومة الأردنية هسا مؤاني الحكومة الأردنية تقول مو على الأراضي الأردنية جيد أما لماذا بايدن يقول في الأردن هو هنا سؤال والسؤال الذي قبله الأهم لماذا أمريكا في هذه المرة تعلم بأن هناك قتلى ثلاثة وخمسة وزير خارجيتنا ليش خابرة؟ وزير خارجيتنا العراقي يتصل بوزير الخارجية الأردني وزير خارجيتنا العراقي بالحكومة العراقية المشكلة برئاسة السيد محمد الشاعش السوداني وزير خارجية يتصل بوزير خارجية الأردني يقول لأنه العملية التي حدثت داخل الأراضي الأردنية جيد وزير خارجيتنا عراقي مختلف سيد قاسم ما عاجبكم وزير خارجية ما عاجب وين نروح عنه؟ الناطق باسم القادة العام الناطق وزيحية رسول المسكينة ما عاجبكم وين الروم؟ عزيزي الذي يتخذ من المسؤولية حقيقة يؤجب الجميع لكن الذي يصدر مواقف مستعجلة لمجاملات وواضح جدا أنه غير دقيقة ما نريد نرجع على أمور صار بها الصلاحة عبرها الحفزوين يقولون التوضيح الواضحات من أشكال المشكلة أنا أقول بايدن يكذب حسب ما تقوله الأردن رسميا وزير خارجيتنا من يكذب لحد ما سابعيدا عن هذا الموضوع يموه هن أو لا دخليني سأعديها الأمر الآخر خليني أقول لك وزير خارجيتنا مو يقول لش دقيق كل الأحداث هما يقول عبارة أخرى لماذا تعين أمريكا هذه المرة بين هناك قتلى وجرحة 35 أو أكثر وهذا السؤال 7 أو 3 هذا السؤال هذا السؤال ليش كل الضربات اللي أمريكا تقول هي أكثر من 150 ضربة 165 ضربة أقول أكثر من 150 بالاعتراف الأمريكي اللي موجود عند المقاومة هي تجاوزة 200 ضربة كل الضربات فيها قتلى أمريكا بمعلومات دقيقة عند المقاومة الإسلامية لأن هذا اللي يقصف ونسبة الخطأ عنده 10 سنتين وما كو عد الأمريكان شيء يعترض أستحته يقينا المعلومات دقيقة جيد لماذا لهذه المرايوك هناك أعلان أمريكي أمريكا تريد أن تجعل هناك فتنة داخلية إشكاليات توسع هذه الأمور أما مسألة الرد الأمريكي إذا كان مع إيران إيران موجودة وحدودها طويلة وخلي الأمريكان حدهم حرب ويالإيرانيين وهذه حرب معلنة شبه معلنة صار إذا صارت حرب بين إيران وإمريكا نحن رحضوا لا لا ندخلهم وندفل فصائل المتر ما رح تدافع عن إيران عزيزي إحنا صارين عايشين بالتاريخ 45 سنة أمريكا وإيران في حالة حرب معلنة أو غير معلنة في فترة من الفترات أمريكا نجحت في أن تدفع صدام بالأموال الخليجية أن يحارب إيران إحنا تناها تورطنا تورطنا بالنزعات الدكتاتورية وبعدين هو الدكتاتور نفسه طلع وقال أمريكا دفعتني لأحارب القوى الخيرة في إيران الآن إحنا إيران أسقطت في يوم سبعة خمسة 2019 طائرة تحدث تعدل أحدث والأغلى في العالم أسقطتها وأمريكا ما تحركت ولا أهزت أي شيء جيد إحنا الآن عندنا نقصف الأمريكان لدينا نمدع عنوانهم الآن حسنا الحكومة لدينا التساؤلات التي ترى حالدكتور تستطيع أن توقف الضربات وهي ضربات الحكومة إذا استطاعت كل حكومة أي جهد يستطيع أن يوقف عدوانات أمريكا وضرباتها نقول له شكرا ونقول لهم للمقاومة على شنون باقوا عليكم عدوان لكن إذا لم يكن هناك إرادة سياسية وإرادة سياسية تنفذ الاستيادة على الأمريكان وتمنعهم من الاعتداء ومن ضرب العلاقات ماذا يكون هل المطلوب أنا أعيدها العبارة هل المطلوب أن يضربنا الأمريكان ونسكت زيب مستخدم متخوين للحكومة لا واقع متخوين تخوين لا نقول أنها أولا عاجزة ثانيا أنه ضربات تسكت عنها بواقعية كاملة أولا الحكومة من احتلال إلى احتلال غير مباشر منع تقوية العلاقيين وتسليحهم بوسطة الأمور بهذا الاستباع خلينا نروح الفاصل القصير بعدها نتابع البرمات من الجديد أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى رحب بكم قبل الفاصل دكتوريات سألت دكتور هاشم بأنه هناك تخوين شنو تقصد بالتخوين من اللي خوين يعني إذا نقول لحكومة أنه مرة لا نقول عاجزة ومرة نقول أنه هي لا تملك الإرادة بالنتيجة النهائية اثنين هنذني أنه بمعناها أنه هي قابلة لذلك لماذا صار حكومة وتضحب ابناسها وشبابها أولا هي ليست مسألة تخوين لكن بالواقعية الكاملة أولا الحكومة فيها أطراف ومن ضمن هذه الأطراف أطراف بالموقف الرسمي المعلن هي مع الأمريكان مع بقاهم بل هناك من يدعو تخلصي الخارجي غير لا 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 هناك أطراف سياسية الآن القوة السياسية الكردية هي مع بقاة الأمريكان علنا وهي أيضا ساهمت في السابق بمنع تسليح الجيش العراقي وتقويته مع أطراف أخرى هذا أيضا علنا أطراف أخرى تجد أن ضمانتها بقاء الأمريكان ولهذا لم يصوتوا على قرار سيادي من البرلمان بإخراج القوات الأمريكية للأمريكية كان يجود الزور السابق أصبح القرار تنفذي الحكومة التي طالعا من الإطار التنسيق أولا القرار صدر في ظل حكومة كانت تحارب وحركوا عليها الشارع وجابوا وجدت وراها حكومة وجدت حكومة صار الحكومة عميلة وجدت حكومة يكفي تصريحه رئيس الحكومة إلى بعض هو إذكرتك ليون بالتصريحات لا لا هذا موقف هاي الحكومة صار الهسنة هاي الحكومة هدها برنامج حكومي من ضمن البرنامج الحكومي يخرج القوات الأجنبيية هذه أساس العمل عليها وتنفيذه يحتاج عمل مشترك الإخوان الآن مون المتفاعلين مع الحكومة بهذه وأيضا يجعلونه من الحكومة وإشكاليات ثم الآن الحكومة لو أعود لو تستطيع أن تمنع العدوان على العراق بل أفهم العدوان أنا بدي قلم أحمر ومصوت عليه برنامج رئيس وزراء وعدي قرار برنامج باقي لي شنو باقي لي كتاب مثل ما قال دكتورياد العنوان إلى التحالف الدولي الموضوع خراج قوات استنادا لقرار البرنامج الكذا واستنادا لقدرة القوات العراقية على حماية الأراضي العراقية من أي اعتداء آخر وشكرا همزايد أضيفه هذا تقصير وشكرا لك مساء يكون أرجو إخراج قوات هذا تقصير أولا من البرلمان بكل قوة حتى الإطار الإطار ليس لدينا ملائكين من ننتقدهم من ننتقدهم وننتقدهم بقوة ما لدينا شكال ليس لدينا ملائك بالإطار وشكاموا ملاك لا حسب الموقف حسب الموقف الذي يقف مع شعبه مع بلده هذا بس البيانات كانت فيها متماهية العفو لا تسمع لي أما الحكومة الحكومة الآن أيضا تتعامل مع طرف هو لا يمتلك لا مصداقية ولا موقف ثابت نحن من 2017 شهد 12 عشرة ما عشر 2017 إلى أن أرسلت السفيرة أرسلت ماذا كان العنوان شون الأمريكان موجودين بيصفة سماعت في الشي قالوا الأمريكان أننا قوات عسكرية لو كلها مستشارين مستشارين كل يقولون مستشارين يعني كبيرنات الأمريكيين بقواتنا بصراحة جيد بس نحكوم نقول مستشارين كل ما كان الحديد كل ما كان الحديد تل ما يسميها بالحوال الستراتيجي كان الحديد عن هذه قوات مستشارين وععدادهم وكذا الآن جدت أمريكا بعد أن اضطرت يتفق البعض ويانا وما يتفق أنا أقول الضربات التي أجبها الأمريكان ترسل بعنوان تغريفي قالت قوات التحالف جميع لا لدينا قوات التحالف لدينا اثنين دنيواركيين ثلاثة التسويدين كوات أمريكيين جيد التعامل مع الأمريكان يا عزيزي لو كان الأمريكان يلتزمونه بالصداقة والعلاقات الدبلوماسية وعدم الاعتوداء على العراقيين والله أنا أقول لك كثير جدا من العراقيين لا ألسى لهم اعتراض على هذا هذا الخطاب الواضح من جنابك أعتقد هو خطاب يمثل محور مهم بالعراق بس ما تتمنى القوة المشكلة لهذه الحكمة بهذا الوضوح اللي قصدت قول يا بس السلام عليكم ترى الأمريكان المنتجين مو مستجاري الأمريكان قوات قتالية وانا ما قدر أطلعهم تخلص سالسامر بالقوة السياسية الكل الموجودة على الساحة اللي ما عنده خطاب هذا واضح عنده تقصير اللي عنده خطاب آخر ربما أكثر عنده من التقصير بس الأساس هو كيف التعامل مع هؤلاء مع الأمريكان بما يقومون به الأمر الآخر المستجد للذكرة دكتور أياد الآن هناك صراع جديد بالمنطقة على الهوية اللي هي أكبر من السيادة إذا الأمريكي يجي لإسرائيل يقول الآن جاي هنا أنصر إسرائيل التي تقتل الفلسطينيين بعنوان اليهود الصهيوني مثل ما قال وزير خارجية أمريكية أو مثل ما جاء به بايدن أمريكا تعطي لنفسها الشرعية في أن تدعم القاتل ولا تعطيني العذر على الأقل ولو ما محتاجين هذا لكن ما يجطر ما يطيني المقبولية أنه أنا دافع حناويت في أن أنصر المظلوم اللي يقتل لا قياد وريد أرعيد إلى توهين أمريكا اليوم أمريكا عاجزة مو أمام فصال المقاومة الإسلامية العراقية اللي ما شاء الله باع وخبرة وليمنيين قدراتهم بسيطة محترمة اليوم فرضوا حصار على الإسرائيليين ومن اعتدت أمريكا سمت التحالف وجدت بي اعتدوا فرضوا حصار على الأمريكان وعلى البريطانيين الآن السفن من تدخل من باب المندب ترفع رافضة ليس لنا علاقة بالإسرائيليين وبالأمريكان هذا بلد بلد يعرف طريقة حاكم يعرف سيادته يعرف سيادته يعرف سيادته وطريقة واضحة ونحن من فضل الله أنه أنا عدو لهذه القوات وأنا عدو لأمريكا وواحد وثنين وثلاثة بس المخاتر نحن اللي ما جاين فيه نحن ما عندنا مخاتر نحن عندنا شيء واحد كل من يعمل ضمن إمكانياته وقدراته وسعته اللي يتمكن من فضل الله عند سلاح يؤدب الأمريكان ويصل لهم حيث ما كان اللي ما عنده خلي عارضوا يقاوم سياسيا خلي طالب الأمريكان وطلعوا وقفوا عدوانكم جيد واللي ما عنده هذا أنهم صعبة عليه خلي شيء للأدل إلهي أنصر العراق والعراقيين بس بدون ما يكمل ديش بدون ما يكمل نعم تكملتها بذلك الفترة حشان يسمع البعثية شوهو هذا الشعار جيد يبدو بأنه السليمار تقول بخاتل حتى لا نحسب عليها مرة ثانية بس تقدر تسميها مثلا لعب على السياسة ممكن نقدر روح لا لا هو توصيف المستشارين شوهو اللي يصاب أمريكا من بعد الاتفاقية بالألفين وحد عشر ما ممكن أن تدخل جيوش مقاتلة لأن الجيوش المقاتلة يجب أن تمنح حصانة وهذا ما موجود هذا التوصيف القانوني اللي يصاب لذلك يدخلون بعنوان مستشارين وليس بعنوان مقاتلي وإذا تذكر من بداية الحروب ضد تنظيم داعش ما هذه القوات ما اشتبكت في يوم من الأيام في عمليات قتالية داخل أراضي العراقية إلا أنه يكون دعم وإسناد بطائران جوي أو يكون فتح عمليات بسيطة جدا أعتقد مرة صاروا وانزال مرة واحدة يمكن كركوك أعتقد حويجة هذه التوصيف ولذلك هم ليسوا عمليات دخولهم للعراق سير بعنوان مستشار الساحد يقول لي يجون يحطون بعين الأسد بدون ما يتدر الحكومة هذا العنوان الذي تم إطلاقه باعتباره مستشار أوكي قضية ثانية الطيني موقف سياسي واحد سياسي حتى من يتهموا على أنهم عتبوا علاقات وإسرائيل لم يتعاطف مع فلسطينيين أو أدانا العدوان الإسرائيلي والانتهاك والقتل لدينا سياسي واحد طيني موقف واحد بالعراق حكومة وشعب هناك واحد هناك واحد يتجرأ يكتب تغريدة هذا لا يختزل بموقف معين أو بجانب معين هذا موقف أصبح واضح كل العراقيين أجمعوا عليه ولا يختلفون بشأنه هذا اللي قلنا عفوا الدكتور هذا اللي قلنا لا تجز مقاومة الدعاء أو مقاومة التغريدة موقف لا يقبل هذا الموقف حتى سياسي ثالثا مواقف اللي تتعلق بالحكومة الحلبوسي صدر بيان أنه معا بدء التفاوض المسعود برزانيف صدر بيان معا أنه بدء التفاوض لإنهاء تواجد الأجن أو إنهاء عمليات التحالف إذن ما عدنا بعد حجة جين خلينا نوقف على هذا الموضوع ثاني بآخر نصف دقيقة إذا تقدر تجاوبني أو أنا أعتقد تقدر يتجاوبني شو هي كلها تقول بسيد مسعود برزاني يقول إحنا مع التفاوض ونشد على أيدي الحكومة السيد الحلبوسي أه حسن قرار هذا والتفاوض ومدرسينه بس بنتاقون يقول ما يكو تفاوض أنا ما يفاوض على الخروج لا لا أحنا نحكي على هذه القضية هذا الجانب أهم بها تخاتل ترى دكتور لا لا وإنت هو موقف الباني الحكومة هم يقول لك بالنتيجة النهائية أنت من تشكل الحكومة وأنت صاحب الأغلبية داخل البرلمان أيضا يحتاج لك فضوح أن تقول أبويا هاي شروطنا من نجي نشكل حكومة بس مو بس تضطر وزارات وتأخذ وزارات ليش الشيقيس الخاسع علي لما صدر تغريدة ورحب وكان واضح قال هذا الموضوع يترك تقنيا إلى الجهات المختصة والفنيين داخل الحكومة وعلى هذا الأساس لا يجب عدم الضغط باتجاه الحكومة إذن هذا مقفاض نحن نتحدث عن فصائل مقاومة بعيدة عن الحكومة بكل شيء المواقب السياسية المواقب السياسية في حلقات سابقة يقول أكو مقاومة السلاح وأكو مقاومة سياسية مقاومة في هذا هذه الثنائية تحتاجها هذا الثنائية احتاجتها الجزائر لا احتاجتها لمن كان أكو عدمان وأكو احتلال نحن الآن أكو قرار أكو قرار من المجلس الأمن وصفوا التواجد للأمير كم اقتل السؤال هنا أقول الشركاء الوطن السياسية هل يدينون قصف الأمريكان للعراقيين أم يدينون فقط أو يروجون أو يؤولون أو يشككون أو يثبتون فقط بردود المقاومة الإسلامية الدفاعية هذا هو السؤال تذكروا معنا ونذكر جميع المنتابع ما هو موقف الأطراف السياسية من احتداءات أمريكية على العراقيين مدنيين وعسكريين هذا اللي يقلك أنتم من البداية من الشكلون الحكومة ويهاي الأطراف اللي سميم وشركاءك في الوطن يقولون سلام عليكم وجود أمريكي ما أفو أقاوم أظلوب هذا اللي عندي أولا هذا الأمور أنا قلت رجوط فعلية الأمر الآخر يعني أنت قلت للأمريكان إذا احتدوا عليك ناوز ما الله نشكلت حكومة لأنه الحكومة رئيس الحكومة الشيئي لازم المقاومة الشيئية تسكت الأغلبية الأغلبية لا تحتاج الأغلبية داخل مجلس الوزراء الأغلبية داخل الحكومة لا تحتاج الشركاء باتخاذ قرارات سيادة ومن يدافع عن سيادة العراق لا يبحث عن شراك بهذا الموضوع تحتاج تتحيد أمريكيا حتى لا تخلي شخصيات رئيس مركز رادة تتخلي العدالة العراقيين بالموازنة خلتها بالعقوبات لأنها تضر صديق أمريكا بالعراق رئيس مركز النبع للدراسة دكتور هاشم الكندي كل شكر والتقدير والجناظة في الكريم أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأغلبية دكتور عادل عمبر الشكر والتقدير لك الشكر موصول لكم مشاهدين الملتقانا في حلقات قادمة حتى ذلك الحين في أمان